موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم جميعا من تونس العاصمة من أين نؤمن لكم برنامج ساعب التونسي ونتناول في هذه الحصة موجود موضوعا جديدا من مواضيع الساحة التونسية جسور من التواصل تمتد وتمتد بين تونس وفلسطين قبل الثورة وخاصة بعدها إما لكسر الحصار أو لمساندة أسرى فلسطين القبيعين في سجون الاحتلال الصهيوني أو غيرها من الأهداف التي تجتمع كلها حول هدف واحد رئيسي هو مساندة القضية الفلسطينية حتى النصر آخر التظاهرات التي وقعت في تونس في هذا الإطار في إطار مساندة الشعب التونسي للقضية الفلسطينية هو تظاهرة بعنوان جوع نهار من أجل الأحرار وهي في الحقيقة تمثل امتدادا لإضراب الأسرة الموجودين في السجون الصهيونية امتداد هذا الإضراب إضراب الجوع إلى تونس حيث أضرب عدد كبير من التونسيين ليوم تقريبا تضامنا مع هؤلاء الأسرة حتى يبلغوا رسالة إلى الفلسطينيين وإلى الاحتلال الإسرائيلي خاصة نتحدث في هذه الليلة عن هذا الموضوع صحبة عدد من الضيوف سعيدة باستقبالهم هما سيدة ناديا صيام فلسطينية مقيمة في تونس السيد هشام قحار كاتب صحفي ومسؤول عن ملف الأسرة في جمعية أنصار فلسطين والسيد أحمد الكحلاوي رئيس هيئة دعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية إذن نجوع نهار من أجل الأحرار كانت تظاهرة تواصل وتضامن مع أسرة فلسطين القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني في إسرائيل أسألك سيد أحمد الكحلاوي عن هذه التظاهرة كيف وقع التفكير في مثل هذا النشاط وكيف وقع الأعداد له يعني بسم الله الرحمن الرحيم نحن في تونس كلما جد جديد في موضوع المقاومة إلا وتجد شعب تونس جاهز للمساهمة بكل ما لديه من قوة تضامنا مع أهلنا في فلسطين ودعما لصمودهم وإسنادا لنضالهم من أجل تحرير فلسطين الحبيبة قضية الأسرة وقضية الحركة الأسيرة في فلسطين المحتلة هي قضية من القضايا الخطيرة والهامة يوجد في سجون الاحتلال الصهيوني ألاف الفلسطينيين والعرب يعانون معاناة شديدة داخل سجون الاحتلال هؤلاء الإخوة المناظلين هم مقاومون تم اعتقالهم على إثر أعمالهم النضالية وعلى إثر كفاحهم من أجل فلسطين وهم قرروا خوضة ضرابة جوع كشكل من أشكال النضال وكشكل من أشكال الدفاع عن المقاومة وكسيغة من سياغ الدفاع عن فلسطين هي معركة الأمعاء الخاوية كما تسمى وهي معركة هدفها المباشر هو التغلب على ظروف الإقامة القاسية التي يعاني منها الأسرة ولكن الهدف الحقيقي هو خروجه من سجون الاحتلال الصهيوني ربما نعود بأكثر تفصيل إلى الأهداف أو أهداف إضراب الجوع الذي يقوم به الأسرة في السجون الصهيونية ولكن أريد أن نبدأ بالخصوص بالحديث عن تظاهرة جوع نهار من أجل الأحرار التي أقيمت في تونس نعم هذه التظاهرة إذن كانت هي استجابة لنداء هؤلاء الأسرة واستجابة لنضالهم ومساهمة من التونسيين في صمودهم ودعما لهذا الإذراب إذراب الجوع يعني قرر ألاف التونسيين أن ينخرطوا في حركة نيضالية وأن يعني يشاركوا المضربين بممارسة إذراب نفسه يعني شارك ألاف من التونسيين في إذراب الجوع بأن أذربوهم أيضا تضامنا كما قلت مع الأسرة وإذرابهم هذا يعني شامل عدة مؤسسات المؤسسات الجامعية الطلاب أذربوا العمال في اتحاد العمال أذربوا التلاميذ في المعاهد الثانوية أذربوا والمواطنين العاديين أيضا أذربوا تضامنا مع أهلنا في سجون الاحتلال وهذا الإذراب إذن توجى بحفل مشهود يعني تم في قلب تونس العاصمة وفي هذا نعم في شارع الرئيسي لمدينة تونس وفي هذا الحفل غنى التونسيون لفلسطين هاتف التونسيون لنصرة الأسرة المضربين وأعبر الجميع عن تضامنهم مع الأسرة في ضربهم من أجل أولا تحسين ظروف إقامتهم وثانيا من أجل يعني إطلاق صراحهم من سجون الاحتلال وسوف نأتي على تفاصيل أخرى نحن نريد أن نتوج كلامك هذا الأخير حول الاحتفالية التي وقعت في شارع الحبيب بورقيبة والتي احتفل الشعب التونسي من خلالها بالقضية الفلسطينية وعبروا عن تضامنهم نتوج كلامك مثلما قلت بفقرة مصورة أعددناها في يوم السبت الذي انعقدت في هذه التظاهرة نزلنا إلى شارع الحبيب بورقيبة وأتينا لكم بهذه الصور شاهدوا معنا نزلنا إلى بوابك يا قدس ومحنش رجعين نحن اليوم نريد أن نرسل رسالة إلى أسراننا إلى أسراننا وإخواننا في فلسطين ونقول لهم نحن هنا إذ نساندكم ليست مزية من عندنا أبداً ليست مزية من عندنا فأنتم تقبعون في السجون لأنكم تدافعون عننا لأننا نؤمن إيماناً راسخاً أن صراعنا مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود إخوتي واخواتي نحن اليوم نساند إخواننا المضربين عن الطعام منذ أكثر من خمسين يوم مساشين وأسراء في كيان الاحتلال الصهيوني الغاسب في كيان الاحتلال الصهيوني الغاسب يخوضون معركة شديدة معركة الأمعاء وإنهم والله أثبت للعالم أثبت للعالم أنهم أشداء على الكفار وإشداء على بني الصهيون ومن هذا المكان نبارك أيضاً إخوتنا المرابطين والمأسورين والمشاهدين في كل مكان من فلسطين ومن العراق ومن سوريا ومن شيشان ومن أفغانستان وفي كل مكان ونقول ونقول في آخر هذه الكلمة أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله الذي رفع السماء بلعمد أن الكيان الصهيوني ومن سانده من عملاء وخونا لن يأمنوا بالأمن حتى نعيشه واقعاً في فلسطين لن يأمنوا بالأمن حتى نعيشه واقعاً في فلسطين هذه هي تونس مهد الربيع العربي مهد الزيتونة ترسل رسالة إلى أسرى الأقصى والقدس عاصمة الربيع العربي رغم انتصارها على الدكتاتورية تتألم لآلام أختها الكبرى القدس أنا أبشركم أن هؤلاء الأسرى لم يعد لهم كثير من الوقت يقذونه في تلك الزنزين الباردة هذا الربيع العربي الذي أطلق هذه الموجة الكبرى من الحرية سيغسل قريباً وسيبيض قريباً السجون الصهيونية في الحقيقة لن تكون هذه الأمة في حاجة إلى خوض حرب أخرى لأنها انتصرت في الحرب الحقيقية هي تخطو خطواتها الأولى عائدة إلى مركز الحضارة كما كانت إذن شاهدنا معاً هذه الصورة الجميلة حقيقة التي تعبر عن حب كبير يكنه تونسيون للفلسطينيين ولفلسطين أما المميز الذي ميز هذه التظاهرة في الحقيقة هو مشاركة عدد ميناء السياسيين في إضراب الجوع الذي وقع القيام به تضامناً مع أسرى فلسطين مشاركة بالتحديد أربع وزراء هم سيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل سيد منصف بن سالم وزير تعليم العالي والبحث العلمي وسيد لطفي زيتون مستشار لدى الوزير الأول وكذلك سيد سمير بن عمر أسألك سيد هشام هذه سابقة تونس أصبحت سباقة في عديد الأشياء من بينها أن يشارك وزراء في الحكومة في إضراب يدعو إليها المجتمع المدني بسم الله الرحمن الرحيم هي ظاهرة جميلة جدا وهي يعني تأتي حلقة ضمن مسلسل انطلق في فعالياته بعد انتصار الطورة في تونس وكانت جميع تنصار فلسطين سباقة في التضامع الأسرة الفلسطينيين بأول الفعاليات يشهد لها بذلك الشعب التونسي كان في حاجة إلى ثقافة نوعية عن الأسرة معاناة الأسرة مأساة الأسرة كانوا يسمعوا أن الأسير دخل السجن وصياقة وصياقة أطلاق صراحة يعني لا محالة لكن ما كان سجن لا أكثر يعني مثل السجون التي تشهدها للدول العربية لكن لما وصلت المعلومات أوصلت هذه المأساة ومعاناة الأسيرة الفلسطينية والأسيرة الفلسطينية إلى المواطن التونسي أبدأ هذا التعاطف وهذا التضامن الإنساني الإيجابي حتى بلغ مثل ما شاهدتم يوم السبت يعني في إضراب تضامن إضراب الجوع كذلك يعني دخول العديد من الوزراء وعدد كبير يعني من النواب مجلس التأسيسي إلى إضراب الجوع أنا أشكر هذا الحدث وأشكر هذه الهمة من المضربين سواء وزراء سواء نواب التأسيسي سواء مواطني ولكن ليس هذا كافي هذه حقيقة نحن المطلوب مننا كشعب تونس كشعب يعني ثوري كشعب يعني قاد الربيع العربي أن تكون يعني تحركاتنا أقوى من ذلك غزة أن تعلن الإضراب المواطنين في غزة أو في الضفة هو أقسى ما عنده أن يعلن الإضراب الجوع تضامن على الأسرة الأسير الفلسطيني عندما يعلن الإضراب هو آخر سلاح آخر ورقة يمكن أن يقاب استنفذ كل أسلحته تقريبا لذلك نحن في تونس يعني أنا أعتقد أنه لا ترتقي إلى اهتمام ورغبة الأسير الفلسطيني أن نحن نضرب على الجوع أنا ضد هذا الإضراب حقيقة لأنه لا يؤدي دور فعال الكيان الإسرائيلي لا تتزج أركان ضد الإضراب الذي وقع في تونس أو في إسرائيل أنا ضد الإضراب يقع في تونس نحن شعب قادرين أن نقدم دعم قوي وأكثر قوة وأكثر تأثير بتعبيرات أخرى المجلس التأسيس لماذا لا يدور قضية اعتقال النواب لدينا 24 نائب وثلاثة وزاراء معتقد أين المجلس التأسيسي؟ لماذا لا يطال بتدوير القضية؟ لماذا لا يدور النواب؟ ربما نبحث في الحلول وفي البداء البعض قليل ولكن أريد ربما مزيد من التعليق عن مشاركة السياسيين بشكل خاص في مثل هذه التحركات اليوم في تونس الجديدة عندما نقول أن وزيرا أو أكثر وليس وزير فقط أربع وزراء وربما سياسيون آخرون شاركوا هذا يدل على تحول كبير جدا أظن في تونس القضية الفلسطينية أصبح لها عمق في الوعي الإنساء للتونسي في تقافة التونسي لا ينظر القضية الفلسطينية كقضية سياسية قضية ليس لها بوعد إنساني الآن أصبح للسياسة التونسية مرتبطة بالمجتمع الشعب التونس تحرك كثير فعاليات كثيرة تضام على الأسير الفلسطيني هناك ندوات تضامنية مع الأسير الفلسطيني هناك مسيرات أكثر من مسيرة تضام على الأسير الفلسطيني لذلك السياسي لا يمكن أن يكون معزول على هذا المواطن التونسي هو جزء من هذا المواطن وجزء من هذا الشعب لذلك واجب عليه أن يتحرك وفق ما صار تحرك المواطن التونس ربما أيضا لأن السياسيين اليوم في تونس هم مناضلون أمس أيضا هذا لا يجب أن ننساه سيدتي سيدة نادية أهلا وسهلا بك في تونس أولا وأنت مقيمة هنا منذ مدة وثانيا أريد أولا أن أستطلع رأيك الشخصي حول هذا التحرك إضرب الجوع الذي قام به تونسيون مساندة لأسر فلسطين أولا ما هو رأيك الشخصي قبل أن أسأل عن أرأى الآخرين فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو مجهود مبارك وهو كما قال أخي هشام جهد المقل إذا كان الإنسان أهلنا في فلسطين وإخواننا الأسرة لا يملكوا شيء فيحاربون بأمعائهم الخاوية وإذا كان إخواننا هنا في تونس قاموا بهذا الإضراب فهذه بادرة وأنا أقول أول الغيث قطر ثم ينهمر بإذن الله تعالى هذه بادرة طيبة بدأت مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة تبدأ المسيرة تبدأ بهذا الإضراب ثم تأتي بعد ذلك بإذن الله ما يعني نرجوه ما يكون هو أكبر دعم من ذلك القضية نعم طيب فيما يخص ربما وقع هذه التظاهرة وهذا التحرك وقعه في فلسطين ولدى الفلسطينيين خاصة وأن عديد من القنوات العربية وخاصة الفلسطينية منها من نقل الحدث مباشرة من تونس له وقع كبير يعني كنا قبل عدد من السنوات التقينا بالأخت المناضلة أم محمد فراحات وهي ما تلقب بخنساء فلسطين وقالت لنا من الأشياء التي تتعبنا وتؤثر فينا أننا نشعر أن لا أحد في العالم يتفاعل معنا وكأننا وحدنا في الميدان كانت زارت أحد الدول العربية وشاهدت بعض الفعاليات فأسعدها ذلك وقالت سأنقل هذه الصورة إلى أهلكم في قطاع غزة فعندما أخوانكم في فلسطين عندما يروا هذه الجماهير وهذه المجهودات الطيبة على كافة مستويات شرائح الشعب وفي تونس بالذات والفضل لله تعالى فهذا دعم معنوي كبير ولا نقلل من قيمة الدعم المعنوي إسرائيل تعتمد على الحرب المعنوية على الحرب النفسية كما تعتمد على حرب العسكرية وعلى الأذاء البدن والأذاء والإذاء الجسدي لذلك الدعم المعنوي لا يقل في الأهمية من الدعم المادي والدعم اللوجستي وكار إسرائيل كثيرا هو الصمود المعنوي للفلسطيني عندما تجد هذا الوعي كانت إسرائيل في قريب نهاية ثمانية بداية انتفاضة السبعة والثمانين عندما ترى الزعماء العرب أو وزراء الخارجي العرب مجتمعون وهي تعلم أنهم لن يقدموا كانت تكتب مثل بالعامية باللهجة الدرجة الفلسطينية تقول على بالمين يلي بترقص في العثم لكن إسرائيل الآن أصبحت ترى الشعوب هي اللي بتتحرك وأصبحت تلمس آثار هذا التحرك فهي تعلم أنها أصبحت الآن فيما أزق بهذه الصحوات والثورات التي أصبحت في الدول العربية نعم يعني أنتم تتفاعلون خيرا حسب ما أفهم من كلامك بالتحركات العربية الجديدة الثورات والربيع العربية طيب في نفس هذا الإطار سيد أحمد اليوم أصبحت تونس سباقة في أشياء كثيرة يعني كانت سباقة في الثورة في اندلاع أول ثورة عربية في هذا العصر الحديث ثم كانت سباقة في عديد العناصر الأخرى أو الظواهر الأخرى اليوم هل تكون سباقة في الحركات التضامنية مع فلسطين في هذا الوقت بالذات؟ يعني هو في الحقيقة ليس جديد على التونسيين تعلقهم بفلسطين وعطاءهم من أجل فلسطين فمنذ يعني عقود وزمن بعيد كانت تونسيون يتوجهون إلى فلسطين كان عبد العزيز الثعال في العشرينات يعني غادر تونس وسكن في حي المغاربة وقام بدور كبير من أجل القدس وترأس مؤتمر القدس وقدم أعمال جليلة محيد دين القليبي يعني فعل نفس الشيء بعد داره كي يبني صورا يحمي به المصلينة في الأقصى من القناصة الصهاينة من رساس القناصة الصهاينة ثم بعد ذلك فرحة حشات كان يرسل المتطوعين في حرب 48 إذن التونسيون سبقون من أجل فلسطين وقدموا الكثير من أجل فلسطين وهم يتعلقون بهذا البلد بهذه الأرض المقدسة بهذه الأرض الطيبة لأن فلسطين هي المستقبل هي المصير إن تحررت فلسطين فإن الأمة كلها ستتحرر إذن ما نراه الآن من أعمال ومن أنشطة ومن تعاطي مع قضية الأسرة ومع قضية القدس ومع قضية الأقصى ومع قضية الأرض في فلسطين وقضية الشعب في فلسطين ما نراه في تونس هو مسألة طبيعية بالنسبة للتونسيين يعني ليس اكتشافا أن نرى تونسيين يتجمهرون ويفرحون ويغنون ويتضامنون مع فلسطين فتونس بادرت ليس منذ الآن بل بادرت منذ بداية القرن العشرين من أجل فلسطين والدفاع عن فلسطين وهي تفعل ذلك استمرارا على ما دأب عليه الأباء والأجداد وهي تفعل ذلك وشبابها يفعل ذلك يعني ليس منة بل ذلك واجب وطني وواجب طيب ما دأب عليه الأباء والأجداد كان في زمن ماضي في زمن من الاستبداد والديكتاتورية اليوم نحن في زمن من الحرية وبداية الديمقراطية أقول في تونس ربما يختلف الوقع وتختلف النتيجة أيضا نعم يعني مما لا شك فيه أن التونسيين سيجدون الوضع أرحب وساحة أرحب بفض ما تحقق للتونسيين من حريات ومن إمكانية لمزيد النشاط ولمزيد العطاء ولمزيد البذل اليوم يعني قبل أربعة عشر جابي كنا عندما نذهب إلى غزة كان ذلك يعتبر حادثا عظيما أن نذهب إلى غزة وأن نصافح أهلنا في فلسطين أما الآن فالوفود تكاد يعني تكون أسبوعية تكاد تكون أسبوعية فعلا وتتمنى أن تعطي أكثر مما تعطيه الآن طيب أريد ربما أن أعود إلى سيد هشام هناك اختلاف شكلي ربما بينك وبين سيدة نادية حول هذا الإضراب إضراب الجوع الذي قام به تونسيون هنا تضامنا مع الأهالي في فلسطين والأسرة بالخصوص أنت ترى أنه ربما لم تقبل هذا الشكل بالذات من النشاط وتدعو إلى أشكال أخرى لماذا وما هي هذه الأشكال الأخرى أنا أبارك هذه الحركة وأشجعهم ولكنك تفضل ربما أشياء أخرى هل من المعقول أن أطالب كتائب القسام بإضراب جوع أم أطالبهم باعتقال جندي سهيوني لينفذوا عملية ثانية من صفقة وفاة الأحرار أيهم أطالب أطالب المواطن العادي أن يقوم بإضراب جوع لكن الشباب التونسي قادر على ما هو أفضل السياسي التونسي قادر على ما هو أفضل فلماذا يرضى بالقليل؟ ما هو هذا الأفضل؟ أعطينا أمثلة على الأقل الكيان الإسرائيلي هناك دول ضاغطة عليه الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول الضاغطة البريطانيا دولة ضاغطة على إسرائيل لو قام الشباب التونسي هذا الألف الشاب التونسي الذين تطوعوا لإضراب الجوع لو قاموا باعتصام أمام السفارة الأمريكية لو قاموا باعتصام أمام السفارة البريطانية لو قاموا باعتصام أمام منظمة صليب الدول الأحمد منظمة صليب الدولة الأحمر ماذا كانت النتجة السياسية سيكون تفاعل هذا الاعتصامات أقوى من إضراب الجوة نعم إسرائيل الذي يفهم الكيان الإسرائيلي يقتنع بما أقول الكيان الإسرائيلي لا ترهبه للإضرابات الجوة بالعكس عندما يكون هناك جندي قادر أن يقاوم ثم يأخذ إضراب الجوة ماذا أصاب وصيبه بإرهاق وانتهى الأمر عندما يخرج في مسيرة يبلغ صوته القوي إلى الكيان الإسرائيل أننا على الشارع وقادرين أن نأتي لنساعد الشعب الفلسطيني في المقاومة يحسب ألف عساب التهديد الذي يصدر من الشباب في الشارع أقوى من إضراب الجوة إضراب الجوة أنا أعتبره خطوة إيجابية كبداية أشكرهم على ذلك ولكن لا يكفي هو أقل من المطلوب أكثر نجاعة ربما الأسير الفلسطيني عندما قام بإضراب الجوة هو أوصل صوته في الأول اشتكى إلى المواطن العربي أنه يعاني محروم كذا لكن لحد لم تلبه نتوقف عند هذه النقطة بالذات لفاصل القصير ثم نعود إليك وإلى مشاهدينا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا نعود في هذا الجزء الثاني من برنامج سعب التنسي لهذه الحصة التي نتناول فيها موضوع لمسة وفاء من تونس لأسرى فلسطين وأعود إلى السيد هشام وأذكر أنك كنت تتحدث قبل الفاصل عن ربما اقتراحات وبداء لطرق التفاعل مع القضية الفلسطينية من تونس من هنا باركت إضراب الجوع ولكنك ترى أن هناك طرق يمكن أن تكون أفضل عدا عن الاعتصامات أمام السفارات الدول المهمة في هذا الموضوع مثل أمريكا وغيرها ماذا أكبر؟ قبل أن ننكر هذه الفعاليات أو التضامة نحن يجب أن نحس بالأسير الفلسطيني يجب أن نتعرف على معاناة هذا الأسير يجب أن نفهم آلية التي دفعت الأسير أو الأسباب دفعت الأسير لإضراب الجوع المواطن توت يظن أن إضراب الجوع هو يعني هذه البداية أبدا أن إضراب الجوع هو آخر وسيلة يستعملها الأسير آخر الأسلحة آخر الأسلحة يستعمل الأسير أن يدخل أسير الآن عندنا الأسيرين وصلوا 70 يوم إضراب جوع كيف يتوقع الإنسان؟ يعيش على الماء والملح فقط هل فينا واحد يمكن أن يضرب عن الجوع ويصمن 70 يوم؟ هذه المأساة إنسان يعاني الأسير عندما يدخل في هذا المضمار هو داخل إما الشهادة أو التحرير الأسير الفلسطيني رجل واعي هو مقاوم قبل كل شيء هو عنده قدر على الصمود على الصبر أن يصل إلى هذه الحالة من أن يقدم على الاستشهاد هناك دوافع قوية إذن جدا الهجمة الصهيونية في السجون الإسرائيلي دفعت الأسرة للتفكير بهذه العملية وهم الآن قرروا قرار نهائي إما الاستشهاد أو التحرير نحن كيف سنساعدهم على التحرير هذا المطلب يجب أن نفهم معاناة الأسرة لجب أن نتفهم معاناة أهالي الأسرة هناك مأساة في البيوت الأسرة ليس الآن فقط هناك مأساة هناك كثير من الأسرة الآن وصلوا إلى المستشفيات أسرة نتيجة الإرهاق الذي أصابهم هناك أسيرات الآن عندنا في السجون الإسرائيلي أسيرات فلسطينيات الآن هم مضربات على الطعام هل الآن عندها قوة أنها تصمد مدة طويلة شهر وشهرين يعني الأمر الآن يتطلب من الشعوب العربية أن تقف وقفة أقوى نعم سيدي ربما عدا عن حالة الأسرة المضربين حالة الأسرة بصفة عامة حتى في الأوقات الأخرى العادية غير أوقات الإضراب عن الطعام هي حالة مزرية من كل الجوانب ربما تحدثنا سيدة نادي عن الجانب الإنساني الذي يعيشه الأسير الأسير الذي يمضي سنين طويلة من حياته أحيانا في السجن الجانب الإنساني هو محروم من يريدون أن يحرموا من إنسانيته الأسير المحروم من زيارة والده يعني هناك أسرة عده أكثر من ثماني سنوات ولم يسمح له بزيارة والده أو والده أو أحد أقاربه المقرب من أهله الأسيرات المرأة لها خصوصية في حياتها وفي حتى خلقتها وجسدها تحرم من أقل حقوقها الأخوات أخوات كنا اللي بتولد في السجن من حقها أن تحتفظ بهذا المولود معها مدة عامين بعد عامين يصادر هذا المولود ويخرج يعني يسلم لأهله في الخارج مجيد أنه يسلم لأهله وليس لغيره برغم ذلك هناك معاناة كبيرة يعني هذه المرأة هذا الطفل هو الشمعة هو بصيص الأمل الذي تعيش لأجله برغم أنه ولادته وتربايته وحضنته في السجن الصعبة ولكن هو الأمل الذي تعيش وهو سلوتها في خلوتها في زنزنتها تخيل عامين صبر على الأقل نعم تخيل عامين كاملين الأم وهي بلحمة وهذا الطفل لا يعرف في الدنيا إلا هذه الأم ولا يعرف من الطعم والشرب إلا صدر أمي وفجأة وحصل أنه يجد الطفل نفسه في وسط ولا يعرف أبو ولا يعرف جدة ولا يعرف جده ويجد نفسه محروم من أمه ويعني شاهدنا وتجد هي نفسها وحيدة يعني بالنهاية وتجد هي نفسها وكأن العالم انتهت الدنيا انتهت بالنسبة إلا عندما يصادر ينزع من حضنها ويلقى في الخارج وهو بالنسبة له ألقي كأنه في بحر مدلهم الظلمات لا يقبل أي أحد هذه العائلة هذه معاناة إنسانية قد لا تظهر على التلفاز ولكن اللي قابل الأسيرات وسمع معاناتهم بيعرف هذه الأشياء كثير السياسيين بيحكوا في وضع الأسرة ومعاناتهم على كثير ولكن هذه لمسات ولكن عندما ننظر في العمق في عمق هناك ربما أزمات يعيشها الأسير ويعيشها وتعيشها الأسير ويعيشها هذا الطفل أيضا يعني هذا على النواحي بالنسبة للمريض لعلاج الإنسان إحنا في ديننا إسلامنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر برعاية الأسرة وعلاجهم وإطعامهم وحسن طعامهم يعني أنا قبلت إحدى الأخوات الأسيرات المحررات من قطاع غزة تقول لي لا يمكن أن نستغيث ونطلب حبة مسكن من السجان إلا في الحالات القصوى اللي بنوصل فيها المرحلة مش قدرين نتحمل الألم لأننا لا نعرف ما هذا الدواء اللي بيعطونا إياه نحن عبارة عن فئران تجارب يعني لا نعرف هي حبة أكامول أم حبة براستومول أم حبة شيء آخر يعني تخاف من نعم لأنهم بالضبط وهم عبارة عن حق التجارب يجرون عليهم تجارب بالمواد والأدوية المختلفة فتقول لي صدقا نحاول أن نتحمل الألم بقدم كان عندما نصل إلى مراحل ما في مجال التحمل نستعين بطبيب السجن ونطلب العلاج لنقطة بحبة براستومول أو أي شيء مسكن هناك بعض الأسرة أجريت لهم عمليات جراحية لإزالة الزائدة الدودية استقصالة بدون بنج يعني هذا الشاب كان يقول نعم كان يقول كنت أنتظر اللحظة اللي أدخل فيها غرفة العمليات حتى لما يحطوا للبنج أرتاح من الألم شوي فقال فجأت أنه بدأوا يعملوا للعملية وأنا صاحي بدون بنج طبعا من شدة الألم بين فترة وفترة بيفقد الوعي فكان الطبيب يتوقف عن إجراء العملية ويقوم الممرضين بإعادته للوعي حتى إذا استعاد كامل وعي يكمل الإجراء العملية الطبيب أشكال التعذيب تتواصل إلى أقصى ما يمكن كل ما يخطف بالك أمكنهم أن يعذبوا الأسير بأي شكل لا يترددون فيه يعني قبل أيام بسيطة من النواحي الإنسانية حتى الآن لا يسمح لهم بالنوم تخيل الأسير في العزل الانفرادي في بعض الأسرة ثمان سنوات وبعضهم عشر وبعضهم أكثر وبعضهم أقل عزل الانفرادي زنزانة لا يوجد فيها إلا باب وطاقة حديد أخونا الأسير حسن سلامة فك الله أسره وأسر جميع المأسورين أرسل رسالة من داخل السجن يقول نتمنى أن ننام ساعة متواصلة تخيل الإنسان في عزل انفرادي أكثر من عشر سجنين ليس قادر ينام ساعة متواصلة شوفي قديش إسرائيل لا تترك أي مجال للأذى نفسي معنوي بأي طريقة بأي شكل بأي شكل وربما هذا ما يجب أن يعلمه كل العرب وكل العالم وليس فقط أن الأسير في سجن وهو محبوس بين أربعة جدران أنه هو في سجن يموت موت بطي أعقد من ذلك ومعاملة الصهينة لا إنسانية إلى أبعد الحدود ربما اليوم هذا التحرك الجديد انطلاقا من تونس من هنا يطرح ضرورة تحرك وتحول في الموقف العربي ربما وقد أشار إلى ذلك السيد هشام منذ قليل ولكن أود أن أعرف رأيك سيد أحمد فيما يخص هذا الأمر أن اليوم يمكن أن يكون هناك تحرك عربي جديد يعني منذ سنوات عديدة والعرب صمت كلي وبعض التحركات فقط يعني لأسكات شعوب ربما يسمح بها تسمح بها الأنظمة ولكن ليس هناك تحرك فعلي هل يمكن اليوم بفضل الربيع العربي أن يتغير الموقف العربي يعني كنت سمحت لي أنا نحب أن نتحدث ولو بقدر قليل موضوع مأساة الأسرة والسجناء في سجون الاحتلال الصهيوني أريد أن أتحدث مثلا عن هذا الأسير الذي بلغ الآن 72 يوم من أضراب الجوع هذا الأسير يسمى في الكيان الصهيوني أسير إداري أي أنه يقع تحت الأسر الإداري ما الأسر الإداري؟ الأسر الإداري هو أن يقوم الكيان الصهيوني باختطاف مواطن فلسطيني مناضل أو أي مواطن فلسطيني ويزج به في السجن ثم ينسى هذا الرجل يعني يتركه في السجن دون أي مساءلة أو دون توجيه تهمة إلى آخرين فالأسير الذي قفى لحد الآن 72 يوم من الإداري هو أسير إداري ولا تجد هذا الأسر الإداري إلا في هذا الكيان الصهيوني البغير لا تجد في أي بلد في العالم وفي أي مكان في العالم مثل هذا الأسر الذي يسمى الأسر الإداري كما لا تجد في أي مكان في العالم شهيد وهو أسير هذه من غرائب الدنيا ومن عجائب الدنيا يمكن أن نسميها يعني الأمر العجيب الثامن مفارقات غريبة مفارقات لا تجدها إلا في الكيان الصهيوني هل يمكن أن يكون يعني ميت في قبر وهو سجين لدى الكيان الصهيوني حتى أن الكيان رفض مبادلات البعض من هؤلاء الأسر الشهداء مبادلات بدعوة أنهم أسرع إذن المأساة قوية وكبيرة وضخمة وشنيعة هذه المأساة طيب عندما تكون مأساة شنيعة وكبيرة بهذا الحجم لماذا التباطئ العربي لماذا هذا السكوت العربي نعم الآن يعني صدرت يعني صيحة فزع صدرت من فلسطين وصدرت من صدور هؤلاء الأسر تقول أيها العرب نحن بحاجة إليكم نحن بحاجة إلى أن ترفعوا أصواتكم نحن بحاجة إلى أن تقولوا لا لهذا الأسر بأن تقولوا لا لهذا الكيان الصهيوني في قضية الأسر أو في قضية الأقصى أو في كل قضايا فلسطين لأن فلسطين قضاياها عديدة وعديدة جدا ومنها قضية الأسرة إذن لقد طالب الفلسطينيون من غزة ومن كل فلسطين طالبوا العرب بأن ينتفضوا من أجل قضية الأسرة حتى يتم إطلاق صراحة الأسرة ولكن الذي حدث أن الجامعة العربية كعادتها ذهبت أو ستذهب إلى الأمم المتحدة وهذا هراء وهذا يعني سخرية وهذا لا يمكن أن يقبل به أي عربي حر الآن الأمر يجب أن يكون بين أيدي الشعب العربي من محيطه إلى خليجه العرب والمسلمين يجب عليهم أن يتحركوا يجب أن يهب الناس في كل المدن العربية لينظموا مسيرات ولينظموا تظاهرات ولينظموا يعني مظاهرات وليطالبوا بإطلاق صراح الألاف الأسرة من سجون الاحتلال إذا لم نفعل هذا فإن الألاف من الفلسطينيين مهددون بالموت وهذا يعني وهذه يعني جريمة يتحمل مسؤوليتها الكيان الصهويني ولكن أيضا نحن العرب نتحمل جزءا من المسؤولية إذا استمر جزء كبير من المسؤولية أو إذا استمر يعني بعضنا في الصمت لا يجب أن نكسر يعني الصمت ويجب أن نتكلم ويجب أن نتحرك ويجب أن ندافع عن فلسطين وأن ندافع الآن على قضية الأسرة ربما كسر الصمت قبل كسر الحصار لأن الأمران مرتبطة ببعض سيد هشام القضية الفلسطينية مهملة من الجانب العربي إن صحى التعبير وإن كان ليس في التعبير مغالاة أو ظلم للعرب بشكل عام هذا الإهمال هل سيقف هل سيتوقف هل سيتغير هذا الموقف هو كلمة إهمال هي ضمنها مدح للأمران العربية القضية الفلسطينية علبت وبقي لها يعني متنفس واحد ميلي النظام المصري أيام حسني مبارك المخلوة كانت الدول كانت للشعوب العربية أقول الشعوب العربية وحتى للأحزاب السياسية فيما استطالبوا بيرفع الحصار عن غزة ولو أيام كان يتعلن بالضغط أو بالاتفاق مع الدول الغربية بريطانيا أو ما تسمى بالربعية كان بعد ذلك يقول نحن عندنا اتفاقية مع إسرائيل كلها حججواهي أنا أقول الآن هذه القواف التي تتوجه إلى غزة ماذا تريد هل تريد أن تفق الحصار أبدا هل تريد أن تساعد الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني ليس جائع ولا يتسول الشعب الفلسطيني يطالب الحرية يطالب بالكرامة لو كان جائع ويتسول كان الأصل ما أضرب على الطعام هو أكبر دليل نعم لذلك القضية الفلسطينية أجب أن تحرك لها الشعر العربي الشعر العربي الآن لا يتحرك إلى بنسبة 1% هناك أحزاب سياسية مصابة بالإنهيار هناك أنظمة عربية هي تحت في بيت الطعام الأمريكية نحن لا نكر ذلك وموجودة الخليج العربي يعني عديد من الدول وأكبر دليل أن المسيرات الاحتجاجية أو الفعالية التضامنية مع القضية الفلسطينية ومع العصر تحديدا في الدول العربية قليلة نشرت الدول الأوروبية كثيرة نيوزلندا عندك السويد النرويج هولندا حتى في بريطانيا يعني في عديد من الدول ماليزيا هناك تحركات قوية لماذا المواطن العربي يعني ضعيف أنا أقول لك على تونس أنا أحترم كل فعالية ولكن ما زلنا مقصرين كتونسيين لجب أن نكون في القدوة لجب أن نكون في طالية الشعوب المتحركة نحو الفلسطين أنا ضد أن نبدأ الآن بإغاثة الشعب الفلسطيني بالمواد الغذائية وقافلات ذاهب وقافلات لا نحن لجب أن نحر المواطن الفلسطيني من الأسر هذه أهم ملف فلسطين لا قدس ولا أكثر بداية الغيف قطرة مثل ما يقال هذه التحركات ألا تعتقد أنها يمكن أن تكون بداية موقف تونسي جديد ربما تكون تونس سباقة وقائدة في أن يتخذ العرب موقفا جديدا ربما أو موقفا حقيقيا من القضية الفلسطينية الشعب تونس شعب حي حتى أيام المخلوق الشعب تونس شعب حي وشعب مناظم وشعب صام لذلك الآن الفترة هذه قربة السنة الآن نحن قادرين على أن نقدم ما هو أكثر عنا إرادة عنا فهم وعنا تعاطف وتضامن مع القضية الفلسطينية إذن أين التحرك التحرك ما فيه مازال هناك أحزاب سياسية كثيرة أنا ما احترامي في عديد من الأحزاب السياسية ما احترامي لها لم تحرك ساكنا في تونس إذن أين القضية الفلسطينية منها هناك كانت قابل كانت تضامن مع قضايا دولية مع طورات بعيدة عن الأمة العربية كانت تضامن معها أين هي الآن مع أنها مش الحرية واسعة جدا يعني يمكن أن تتحرك بكل حرية هذه النقطة أعود مرة ثانية إلى القضية الفلسطينية نحن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقال مع مساعدة الشعب الفلسطيني لكن فك الحصار أهم من إدخال قواف المساعدات الوزارة الصحة في أحد المرات يعني جاءتها أدوية وكانت خالص للمدة الاستعمالة ماذا استفادوا أهل غزة ماذا سألو دخل لهم لماذا لن نفك الحصار هل هو صعد الآن لا بالعكس الآن قادر للأنظمة العربية لفك الحصار عن غزة وهو أمر سهل جدا وبالمتناول ولكن أين هي الإرادة العربية لا توجد إرادة عند الأنظمة العربية الأنظمة العربية يعني أنظمة منبتحة رغم التحولات هل هذا رغم التحولات ما زالت الأنظمة العربية أنظمة لا تملك البعد الإنساني القضية الفلسطين نعم نتعاطف معها لكن كلام أين الفعل لماذا لا نضغط نحن الجامعة الدول العربية يقدمها ملف منذ أيام عمر موسى ماذا فعلت به قضية الأسرة ووعدوا أنهم سيحولون للأم المتحدة ويقع تفعيلها لم يفعل هناك مصائب في القرار السياسي العربي هناك خذلان هناك جبل جبل السياسي العربي ويستفيد منها بشكل خاص للاحتلال الغاشم بطبيعة الحانوة ومن واله طبعا سيدتي سيدة نادية لي الأسرة مطالب الأسرة المضربون عن الطعام لهم مطالب يطالبون بها بهذا الشكل من الاحتجاج ربما ما هي هذه المطالب أهم مطالبهم إنهاء سياسة العزل الانفرادي إنهاء الاعتقال الإداري زي ما قال أستاذي أحمد هناك أسرة قرابة العشر سنين هما في الاعتقال الإداري يعني حتى ما فيش ضدهم حكم ما فيش موجه لهم حكم يعرفوا حالهم بعد قداش مثلا هما مدة اعتقال أو شيء زي كده أن ينالوا حقوقهم المشروعة أن ينال الأسير أو استجين حقوقهم المشروعة كأي سجين أو كأي أسير له حقوق مشروعة في الأسر وأن ينالوا حريتهم لأنهم في النهاية هم ليسوا مجرمين هم أسروا ووضعوا في هذه لأنهم يطالبوا بحقوق مشروعة نعم طيب اليوم تواصل الإذراب إذراب الجوع داخل سجون الإسرائيلية الذي يقوم به الفلسطينيون الأسرة تواصل هذا الإذراب الذي فات ربما الحدود التي توقعها الإسرائيليون أصبح يربك الجانب الإسرائيلي بدأت ملامح الارتباك تظهر على الجانب الإسرائيلي حتى أن نتنياهو صرح في الأيام بأنها قد تكون بوادر انتفاضة ثالثة إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الإذراب على الحكومة الإسرائيلية وعلى الاحتلال الإسرائيلي وليس فقط بدأت يربك الاحتلال الإسرائيلي في بداية الإذراب كانت سلطة رمالله ضد معترض على هذا الإذراب هناك ممكن وسائل ولكن هذه الأيام أصبحت تؤيد هذا الإذراب وأصبح عدد السجناء اللي قاعدين بنضمه لهذا الإذراب في تزايد نحن نسأل الله إن شاء الله أن يؤتي هذا الإذراب بثماره وأن ينال الأسرى كامل مطالبهم وأن يزداد الارتباك في صفوف الاحتلال الإسرائيلي قبل أن نخسر أي أسير نعم ونحن أكيد نتمنى أن يتحرر هؤلاء وليس أن يموتوا بين جدران السجن تفضل نعم تفضل سيدك نتنياهو أن لا تكون هناك انتفاضة ثالثة بسبب واحد أن محمود عباس وجماعته سلام فياض وزبانيته هم الآن يعتقلون كل متضامن مع الأسرى كل فعالية يقع استياد عناصر ويحاكمون نعم فلسطيني وهذه المصيبة الكبرى والطامة الكبرى هناك الآن أسرى محررون في السجون عباس أي تضامن مع الأسرى لا يوجد تضامن إلا في الكلام وهذه مشكلة كمان عندما أعلن رئيس التونسي أن سيقع مؤتمر للأسرى وجدنانا محمود عباس كان موجود في تونس هل هو يناصر الأسرى هو يتاج بقلة الأسرى هذه حقيقة وشاهدناها في العديد من المؤتمرات كيف يعتقل هذا الرجل وجماعته ورجال الأمن أجهزة الأمن الضفة الأسرى المحررين يعتقل الأسرى المحررين ثم يدافع عن الأسرى أي أسرى يدافع عنهم هو هو يدافع عن الأسرى يعني خياليين الكيان السهيوني يعاقب والسلطة الفلسطينية في الضفة هي تعاقب إذا كانت تعاقب المتضامن هل هذا هو دعم لذلك لا أعتقد وأنا متأكد لا توجد انتفاع لأن أجهزة الأمن الفلسطينية ستقمع كل متحرك وستقمع كل منتفض ضد الكيان الإسرائيل هم قامعوا المقاومة جردوها من سلاحة تابعوها سجنوا المقاومة كيف هذا الرجل سيتضام مع القضير ولذلك هناك بعض الأسرى من حركة فتح مع احترامي هناك أسماء لامعة لم تدخل الإضراب لماذا؟ هناك خلفية سياسية يعني هذه الوجوه لم تدخل إضراب لماذا لا تدخل إضراب هناك مطالب للأسر تحقق لماذا هذه الوجوه البارزة في الأسرى الفتح لم يدخل إضراب الجوع لماذا لم يدخلوا؟ لأن هناك خلفية سياسية وهناك يعني أعتقد بالقوسين هناك صفاقات يعني هناك ضغوط من قبل سلطة طرام الله لا تدخلوا لذلك أنا متأكد أن لا تقع انتفاضة وأن تناهو مطمئن وهو هذا تصدير السياسي لكن أعتقد بإذن الله تعالى أن الأسر سينتصرون يعني أنك مشكل في رأس السلطة الفلسانية نعم الأسر سينتصرون بتوفيق من الله وبسمودهم ولكن نحن مطالبون أن نناصرهم في الشارع العربي نحن مطالبون بالضغط على أنظماتنا العربية حتى تناصرهم وسل الإعلام العربية مقصرة هناك بعض القنوات تغتي هذه ولكن أغلب القنوات التي تتبع الأنظمة العربية هي مقصرة في الفلسطين وتحديد في ملف الأسرة طيب ربما أسأل سيد أحمد الكحلوي هل تتفق مع سيد هشام في هذه النقطة أن المشكل أيضا جزء منه في رأس السلطة الفلسطينية نعم سلطة أسلو هي سلطة معادية لقضية فلسطين سلطة قد فرتت في قضية فلسطين وإلا ما معنى اتفاق أسلوه اتفاق أسلوه هو تخلي عن قضية فلسطين وهو اتفاق قد حقق أهدافه بالنسبة للكيان الصهيوني وبالنسبة لأمريكا وبالنسبة لكل المدافعين عن الكيان الصهيوني يعني أسلوه هو تصفي للقضية الفلسطينية ولكن القضية الفلسطينية لم تصفى والدليل على ذلك هو غزة وانتصار غزة وصمود غزة والدليل على ذلك هو هذه الحياة التي لم تتوقف أبدا داخل شعب فلسطين نعم هناك تآمر على الثورة الفلسطينية هناك تنسيق أمني يعني سلطة أسلوه تنسيق أمنيا مع الكيان الصهيوني ضد المجاهدين وضد الفلسطينيين وتزج بهم مثلا ما يزج بهم صحينا في السجون هي أيضا تزج بهم في السجون ولكن إذا سمحت لي أن أقول بأن نحن في تونس بقدر ما نحن واعونا بضرورة أن نتحرك أكثر مما نقوم به الآن أن نمارس المزيد من الضغط أن ندعو العرب يجب أن تتحول حركتنا في تونس إلى حركة عربية يجب أن يشمل هذا الحرك ليس تونس فقط يجب أن يشمل هذا الحرك كل أقطار العربية الضغط يجب أن يشمل كل العرب والمسلمين إلى جانب أحرار العالم هذا الضغط لا بد أن يتصاعد شيئا فشيئا بتصاعد إضراب الجوع يجب أن يتصاعد التضامن مع المضربين على الجوع لكن في مقابل هذا أيضا نتمنى على المقاومة الفلسطينية نتمنى تفعيل المقاومة نتمنى أسر جنود صهاينة نتمنى أسر صهاينة مثل ما تم أسر شليط فيمكن أسر أكثر من شليط ونحن في حاجة إلى مثل هؤلاء الأسر بين أيدي المقاومة تكون وسائل ضغط على الاحتلال هي مقاومة هي شكل من أشكال المقاومة أسر العدو هو مقاومة فنحن نتمنى تفعيل المقاومة وكما نتمنى تفعيل التضامن مع هذه المقاومة داخل كل الأقطار العربية إذن يجب أن يكون هناك تناسق بين التفعيل السمود والمقاومة داخل السجون وداخل فلسطين كما يجب أن يصاحب ذلك تفعيل التضامن داخل الأقطار العربية ومن لدن أحرار العالم شكرا جزيلا أكا سيدي شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء نشكر لكم هذا الحضور وقد تحدثنا عن لمسة وفاء من تونس لأسر فلسطينيين وحتى ألخص ربما أهم قيل في هذه الحصة معركة الأمعاء الخاوية التي يقوم بها الأسر الفلسطينيون بحاجة إلى تحركات فعلية والقضية الفلسطينية بحاجة إلى تحركات فعلية بحاجة خاصة إلى البعد الإنساني الذي يجب أن يكون موجودا فعلا لدى الأنظمة العربية ولدى القادة العرب وخطوة الألف ميل مثل ما قالت ضيفتنا تبدأ بخطوة شكرا لكم على المتابعة نلقاكم في مواعيد أخرى